ايوة سامحة بقى اتمن عليكم كده يعني كل شوية مش على طول اهم حاجة بقى ذاكر للبنات قبل الانتحاناتة سامحة بصيلي جبنين مستغربوك مستغربني فيه ان شاء الله انت لي خايف تبان طيب وحنين زي بقيت البني قدمين على فكرة مش عايب ان انت تبقى ظابط وتبقى بتحب وبتحس بالناس اللي بيحبوك انتو طلبت مني طلب وانا وفيت خلصنا بقى خلص لا ما خلصناش ليه يا سلي ما بتفكرش تعمل زي ابراهيم اعمل ايه يعني؟ تتسل بقى اهلك تسمع صوتهم وتطمنهم عليك ماينفعش ليه يا سلي ماينفعش هما مش وحشينك بلاش يا سيدي وحشينك انت اكيد وحشوا وهيموتوا من القلق عليك ونفسهم يتطمنهم بس انتو حشيني اكيد واكيد انا وحشوا بس الموضوع عندنا ما انتخدش بالعواطف كده ليه بقى؟ مالها العواطف كفر؟ وبعدين ما انت وفقت على مكالمة ابراهيم انا وفقت عشانتو عامليني تزنوا علي وعشان ابراهيم كان صعبا عليها كمان لا يا حضرة الزابط مايتهقلش ان انت من الشخصيات اللي بتيجي بالزن هودا الموضوع عندنا مختلف تماما بس كان ابراهيم تليفنا متراجد اكيد الموضوع عندنا اكتر مكتير اكيد انت صح بس انا هعمل زي ما عملت مع ابراهيم بالزبط هكلمهم وقولهم على امارة بينك وبينك اكيد في حاجات ماينفعش يا هودا احنا عائلة جامدة وبناخدو الامور بجد شوي ده ماينفعش بادي الجديد ليه يعني وانت عملت ايه عشان كل ده يا بنت انت مش فهم عن الموضوع ده فيه سلاح ميري وحروب مسجون بعدين يعني الحمد لله ان اصلاح بي قلب وحن علي ان انا جارك كان زمان يمرمي في البيت حقك علينا يا حسين بس والله العظيم سليل ما كانش قصده ده يا بنت تفهمتيني غلط بعدين ما تقليش ده انا ظابط واخد حشي حطاطة وعجيبك كمان ايه بس مش لضربة الوقت الجديد يعني ده بعيدة قوي اه هي بعيدة بس يعني قولي ده اللي بيزيعالج قوي جدا عشان ممتك ما كانش يعني لازم تسافر وتسابة وهي علينا كده ممت بس اه عشان ممتك بعدين ما تبصليش كده عشان الله العظيم انت عارف واني بجموت فيك وانت عصبية يا كده امات انا قدمت الاوراق بتاعتهم لي بتاعت المستشفى واجميلي لصفر مدة اسبعين لحد اممي تعمل العمليات بكويسة قبلا ايخليك كده لينا لينا ده اللي هم لينا وهو اسم النابل حرص وصينه جاي اشتكيلك انت؟ ليه؟ هو اللي باب النت ده؟ شغلته هو او شغلتك؟ حاجة يا الكسة مش في كده بواسط الوقت حاسس ان المجهود العامل في فتر اللي فاتت ده كله راحة وانتو احنا امالنا هو احنا اللي حطينا له فيديوهات بتمجد في السيزيفت ده؟ ولا المشكلة في خبت وخبت اللي بعاها؟ اللي بدل ما يسخنوا الناس ضده؟ سابوا غيره؟ يجمعوا له مشجعين زي بروكورة؟ اها، حاجة بس من احنا كده بردكe الحوار داي ولطنا يعني الناس لما يصدقوا بقى انهوي ش nghiهنجر كده تتفتح علينا طاقت جهنم لاب طاقت جهنم دي مفتح معانا احنا احنا بس اللي اللي يقدر نفتحها يعني ايه؟ مش فاهم يعني احنا ليما عينالك كوبي الكارت اللي انرميه في اي وقت حوش اللي هو ايه ده يا حاجة؟ سنة تاني حاج هيوة تاني وتالت مش دمو زياد من بكرة تاخد الواد وتروحوا لها الصباح وأنا هعرفكوا تخليها تقول إيه حاضر حاج الله يطم من قلبك يا أنسة هودا والله الأنسة هودا دي بنت حلال كويس يا هودا اللي أقول لي يا سليم باي أخبار فريدة هنم إيه مش ما يعني هنكتسل سليم إيه ساعتما ما روحت أخر مرة ملحقناش نتكلم يعني كويس يا بري كويس الحمد لله يعني تطمنت عليها يعني فيها بري مع المسا فيش حاجة بينا بس بتطمن يعني خير يا أنسة هودا في حاجة؟ بص بقا أنا فكرت في اللي إحنا تكلمنا فيه وشايفة اللي إنت بتقوله ده كلام فرخ اهدي بالله يا أنسة هودا ده برضو راجل زابط سليم أنت هتكلم أهلك ودلوقتي حالا يعني هكلمه بالعافية أنا لا يا سليم مش بالعافية يا سيدي لو هم مش وحشينك ومش عايز تطمن عليهم هم أكيد هيموتوا من القلق عليك ونفسهم يسمعوا صوتك ولو على مراقبة التليفون أنا عندي حل بخير يا سمسان وهكون جاي تقدم تظلم ولا حاجة على فكرة ده مش تخصصي لا بالعكس يا فندم أنا جاي أشكر ساعاتك طيب الله كويس كويس إنك أدركت أخيرا إن اللي أنا عملته فيك استحقت الشكر بصراح يا فندم أنا كنت متوقع حاجة أكبر من كده بكتير بس فرحية أنا عاوز أفهم ليه؟ وإيه اللي ليه؟ ما مش عاجبك الجزاء أشوف لك جزاء تاني يا جابة لا كفاء لحد كده يا فندم بس فرحية أنا عاوز أعرف هاريك عملت معي كده ليه؟ لأنك ما تستحقش جزاء أكتر من كده ولا إن كمان سلاحك ورجع مش مهم رجع إزاي سليم رجع أولك أنت رجعته مهم إنه رجع وخلاص في حاجة كمان أنا متأكد إنك ما هربتش سليم بمزاجك طيب مني أنا سعبتك متأكد إيه لازمته الجزاء من أساسه لأنه هرب بسببك ولما كنتش صاحبه وزميله ما كانش حيلاقي فرصة واحدة لأنه نفكر إنه يا رب والجزاء ده عشان تتعلم هتعلم إيه؟ تتعلم إن المتهم متهم حتى لو كان أبنك فأعتبر أني تعلمت يا فن بس أسر حريك سؤال مفضل حريك لسي شايفي نسلي من أنصاري مجرم تبقى لسه ما تعلمتش أي حاجة أحسان بص أعوز أقولك على حاجة حكاية الإسليم الأنصاري مظلوم أو مدان لي مش تخصصي أنا تخصصي أجيبه وأسلمه حكاية مدان أو مظلوم دي لتخصصات المحكمة بقى حاجة متخصني شكل يلا تخد بالك من نفسك على فكرة في زابط حبيبي ودفعتي وصديقي في الواد الجديد أنا وصيته عليك أي وقت أسر لأبدي حاضر فد يلا فد ويا أصلي إيه المناحة اللي إنتوا عاملينها إنتوا لإتنين دي وإنت يا فريدة حط إيدك على خطك يا أختي سبتي الشغل طب وإي يعني ده إنت شاطرة بكرة تلاقي شغل أحسن منه بكتير بقى أي شركة بقى هتيجي تسر أنا مشتن شغري القديم ليه؟ سايتها بقى ياسر هيقول إيه؟ ياسر هيسكت خالص ومش هينطق ولا كلمة وإلا ما كانش خلاك يتمشي وإنت استهان مالك مساعدة مرجعتي كده من المشوار وإنت ضربة لي بوز هي طلع لنا إيه حسام ده كمان مش الرجل محترم موقف جنبنا في زنقتنا وبعدين كل اللي حصلوا دليل ما هو بسببنا إيه السرق شفت إيه شفت إيه السواكة بتاعت البت أنا عارف إن انت معجبة بيه وهو كمان معجب بيكي وأنا كمان عارف طب طالما عارفين مستغربين ليه جماعة؟ لأ أنا مش مستغربة إيه فريدة مالك عاملة زي صادة الصوتي كده ليه؟ لأ مش مستغربة؟ أيوة لأ ها متضايقة متضايقة؟ تو متضايقين أنا كمان؟ وهو راح فين يعني؟ اتنقل للحبشة حينطلت كل شوية في الأجازات بعدين هما نملوها عشان يربوه اتفضل يا ستي دلوقتي بقى طالعة مش متربة شايف ربطة وعميلها؟ إيه بنتي إيه؟ محوكي يا ما تنقل هنا وهنا أيوة بس دا سليم برضو يعني خلاص خلاص سيبونا بقى من أخبار اللي يضغم من دي وخلونا نتكلم في حاجة تفرح وإيه بقى الحاجة اللي تفرح دي؟ الفيديوهات اللي نصفت أخوكي شوية والخيط اللي جابتوله فريدة عشان يمشي وراه وحسام اللي بقيت إيديه في أدينا والله يا بنات أنا حسن الفرج ورايب ورايب قوي يا رب شاء هيا بقى اتطمنت خد بقى اكتب لي الرقم امسك بس بقى يا فريدة فكيها شوية مكرا مش عمو هتليه شوية لنا حيوة عمو وحاتقوا لين دي الأفضل يا ساتر هلو؟ هلو؟ أيوة يا فندم أنا سالوى من شركة إينت الموبالي كان أخو حضرتك عملنا تحويل بنكي بخصوص الموبالية اللي حضرتك اختارتيها ومحدش جيس سلمها أيوة مظبوط ثانية واحدة هحاول حضرتك بزميلي في قسم التسليمات بس يا الخير ماما دا سليم ألو؟ احنا بس كنا عايزين نتأكد عشان الأوردر اللي كنت عاملينه محدش جيس سلم عايز بس أطمن كل حاجة مصبوطة لا لا احنا كلنا كويسين الحمد الله بس حصل لنا شوية مشاكل كده طيب الحمد الله طيب بنسبة لحضرتك الأوردر هنعمل فيه ايه؟ بص انا هديك مامتي هي هتضبط معاك كل حاجة ما تقول لي اليازمة 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 هلو؟ هلو؟ ايو يا ابني ازايك؟ انا تمام هم حضرتك عامل ايه؟ احنا بخير والله بخير ماشي فاندن هنتصل بحضرتك تاني ونشوف معاد منسم نا السلام محمد ايك ونشكر فضلك يا رب صفت بقى سهلة ازاي؟ ما تصعبش الدنيا على نفسك اكتر مهي صعبة انت بس حابل الفجر عشان حضر لي الفطار الاي صحي ونحضر لي الفطار كان بيبوس ايدي وراسه عمري ما طلبت منه حاجة ونسها لك يمكن ينسى الدواء بتاعه يمكن ينسى اجيب لي نفسه هدمه ان عمري ما نسى اجيب لي حاجة كان دايما يقول لي ما تتخليش من حد يا ماما الناس غلابة جوها وغلابة قوي يا ماما كان يلم الزبالة ويرميها من غير مطلب منه كان بيوانسني كان يعد يحكيلي عن يوم وأنا حكيلي وتقولي اليوم حتى لو حاجات هو مش مهتم بيها كان يسمى ويسأل لكنه مهتم وانا عدر لي ده ابني زياد اللي قتلوا سليم الانصاري اللي انتم طلعينه بطل في كل الفيديو في الاسم لو كانش السليم الانصاري هو اللي قتله يبقى هتقولي اللي قتل ابني تم زياد فرعبتكم كلكم وفرعبتي وهجب حقه وهجبه كي موسو ممكن عرف بقى دلوقت انت بتاعاتي ليه؟ مين بقى اللي غوينة كددلوقت؟ لا بدل ما تفرحينى هو طمنه عليه الحمد لله بس انا معيات من فرحتي ان انا استعد صوته ومن الله في قيتي علي من ساعة ما غاب عننا يا سامة خمس بقى كفى يا عياط خلينا نتبسط بالله حصل ده فيها يا فريدة ما تخليكي معانا كده هي مين البنت اللي خلا تكلمكو دي اكيد يعني واحدة من المكان اللي وقعت فيه ممكن تكون بنت الراجل ايه والحق يعني يصك فيها امتى ويعرفها منين اصل عشان خلا تعمل مكلمة زي دي يا فريدة انتو بتتحكوا علي انا قيمة ماشي خلاص يا فريدة والله خلاص اليوم ده يا ربش لسه برضو ناوي تمشي بسكتك دي يا زانتي اعمل ليه انا صفاء موما سام ليه سكة تانية امشي فيها انا خلاص هنفذ الصبح وهبعط اعطي عرق وسيحة دمي استغفال الله العزيم يا رب اخي صعبان على الموزيع دي اولا بلا كرامي ساكت ليه كده مفيش يا تامر بس في موضوع شغلني كده طيب عم ربنا رايح بالك بس بقولك ايه احنا بعنا فيديو ده ده غي بدوني اعتقد يعني ان اعملت اللي علي اللي جاي بقى عليك انت والله يا تامر هو ده اللي شغلني الجميلة هي اللي كان بترفع الفيديو على الانترنت يعني وبتعمل له انتش هار انا بس بصور بديها الفيديو ايه دي مين جميلة دي؟ شو بقولك انا انت اختبط الحتة بتاعتك ها؟ لا يا تامر جميلة مش الحتة بتاعتي الجميلة دي نوع شطة سياسية مشهورة جداً كل الشغل اللي فات بتاعسليم الانصاري ده كان مجودة هي طب يا عم من راح علي فاهمت خلاص؟ عدمة كبيرة يعني في شوانة بتاعيبك طب ومال ما تتديها الفيديو ايه تتصرف يا جميلة سفرت رحت امريكا من حوالي اسبوعين ومحدش عارف يوصلها انا ريسود يعني ايه كل الشغل بتاعنا كده راح في الكريتو فلالي راح فيين؟ يعني مجهودنا يعني راح في الهين يا يا رامي بيش حاجة تم راحت في حتنا كل حاجة تماما طب راسيني يعني هتعمل ايه؟ مش عارف بقى هشوف حد تدلو الفيديو او ارفع انا مش عارف ما تتصرف قول لك يا تامر انا عايز اطملك طلب كده اوه ما زعلش مني احنا صحاب يعني يا الهراب يد انت اخوي يا ابو الدرويش اوه اتكون منحرج مني لا انا مش منحرج منك اللي بس اعايز اقولك ان الفترة الجاي احتمال قنواط او جرايد تكلمك طب ايه المشكلة يعني؟ يعني لو تخافى مخدرات شوية عشان حاسنا اعمل لك مشكلة يعني لا يا عم المخدرات انت فاهم غلط بص يا رامي ايجي معاك عالدور انا باشرب كده يعني ينفسهين خفيف خفيف صراحة انت عارف ان جاتلي فترة كنتش بفاوت فرد كنت متزمر دينيا جدا كنت ايه يا تامر؟ كنت متزمر والله العظيم جدا بس عمك بقى لحاجة لطفي اقفاش علي كنت متزمر دينيا؟ راه الله طب تمام انه بقى وصلني طب هتعمل ايه في الفيديو؟ لا انا هتصرف فيه وصلني بس ماشي اتفضل الاحسان بيه؟ لسه بيهل اخبار احسان انت لو ما جاء من بدر كده بفيه اخبار جديدة والله يا باش انا كان نفسي اجيب الليل بس انا اخوف تحدي اخب بالواني معلش قولي بقى وصلت اليه بص يا باش اوه احنا هنوقف انا بيت زناتي اوه استنى عروس ايه ده؟ ده من نوع اوز ايه؟ انت نور اختبراهيم السني؟ اه طب تعالى ما اعزلك في كلمتين ليه يا بيه؟ ما باحث طيب انا ما عرفش حاجة والله اعرف يلا معايا مغيرش اوشارة حضرت الزبط هياخب منك كلمتين ياب اسمعني بس انا ما عرفش حاجة يلا ما بيت عشان ما زعلكش يلا ياب ايه والله ما عرف حاجة يلا بقولي والله هو عظيم ما عرف حاجة اركاب اركاب ايه يا الوقت الوحيد اللي بيتها يبقى فاضي فيه زي دلوقتي اعطى تقريبا يا باشا هو زناتي بنزل من بيتها ع الساعة 8 المرات وبعدها بحوالي نص ساعة وبترجع على عشرة ونص كده طيب كويس احنا هتحرك بكرة على تمانية ونص صبح ان شاء الله ازاي بس يا سلم بيه؟ كده خطر عليك او ان انت تروح هناك كده في واسع النهار او والله عنده حقق باشا انت كده الدنيا بتبلباش هناك والناس راح هالشوكل هتتشاف كده فانت لو تسمعوني هتعرفوا ان ده احسن وقت ان اتحرك فيه بس انا احتاجك معي حسين احت امرك يا باشا انزلي انزلي بس هقولك او احنا فين؟ انزلي يا باتة ما تخفيش طيب هو فين مش الزابر؟ امشي معي عشان ما زع على الكيش طيب انا عايز افهم بس امشي معي اش اش